كندا الملقبة بقبعة الولايات المتحدة تأسست عام 1867 وخلافا لجارتها الجنوبية فهي ليست مكونة من عدة ولايات منفصلة بل مقسمة إلى عشرة مقاطعات موزعة أعلى ثلاث مناطق مساحتها واسعة وهي ثاني أكبر دول العالم مساحة لكن البراري تعطي معظم أراضيها وثمانون بالمئة من الكنديين يعيشون بالقرب من الحدود الجنوبية مثلها مثل باقي الدول فيها بعض القوانين الغريبة سأعرفكم على بعضها أولا يمنع السباب باللغة الفرنسية مدينة موريال ثاني أكبر مدن مقاطعة كيبك الكندية اللغة السائدة فيها هي الفرنسية لذا يمنع السباب باللغة الفرنسية في موريال ثانيا يمنع على الصغار الخروج في وقت متأخر لا يجز لمن تقل أعمارهم عن 15 عاما التواجد في الأماكن العامة بين الساعة الواحدة والخامسة بعد منتصف الليل في مدينة ألبيرتا الأولاد الذين يخالفون هذا القانون يعرضون أنفسهم للاعتقال ثالثا لا يسمح بالسباحة دون ملابس عدم الاحتشام في الأماكن العامة ممنوع أصلا في كندا لكن في مدينة بانكروفت تحديدا هناك قانون خاص ينص على عدم جواز السباحة دون ملابس رابعا رفع الصوت مخالف للقانون في مدينة بيتروليا لا يسمح بالصراخ أو الهتاف أو حتى الصفير بصوت مرتفع في أي وقت من اليوم خامسا الجرائم في القصص المصورة ممنوعة يمنع منع عنبات تضمين القصص المصورة التي تنشر في كندا أي نوع من الجرائم رغم تعارض ذلك مع الحرية الفنية سادسا يمنع نقل كميات كبيرة من الكحول من قبل الأفراد قبل عام 2012 كان محظورا نقل أي مشروبات كحولية بين المقاطعات دون تصريح قانوني ذلك القانون ينطبق على الجعة وباقي المشروبات الكحولية باستثناء النبيذ سابعا يمنع بناء رجل ثلج كبير لسوء حظ الأولاد القاطنين في بلدة سوريس التبعة لجزيرة الأمير إدوارد يمنع فيها بناء رجل ثلجي يتجاوز طلوه 75 سنتيمترا ثامنا يمنع تركيب صفارات إنذار للدراجات الهوائية لعظ هذا القانون هو الأقل غرابة والأكثر منطقية في هذه القائمة يحق لراكب الدراجات الهوائية في ساتبيري تركيب أجرس لها لكن لا يسمح لهم بتركيب أي أجهزة تصدر أصوات شبهة بصفارات الإنذار لأن ذلك يسبب مشاكل فيما يتعلق بتطبيق القانون يترتب على مخالفة هذا القانون دفع غرامة قدرها 5000 دولار تاسعا يمنع استخدام الكثير من العملات المعدنية الصدر في كندا عام 1985 قانون يمنع الشراء بكميات كبيرة من العملات النقدية المعدنية عاشرا يمنع طلاء المنزل من الخارج باللون الأرجواني في ضاحية كانتا تبع لمقاطعة أونتاريو يمنع طلاء المنزل أو باب المرآب من الخارج باللون الأرجواني وإلا يتم تغرم المالك على المقاطعة